الذي جرى هو انتصار للفلسطينيين بالتأكيد وبالأساس بفضل المقاومة الشعبية والفلسطينيين التي تجلت في أروع صورها في القدس بفضل أولا أهل القدس ومن استطاع أن يأتي ويصل إليهم للتضامن والوقوف إلى جانبهم وخوض هذه المعركة معهم هذه المقاومة أجبرت نتنياهو على التراجع وأجبرت حكومة إسرائيل على التراجع ولكن تراجعه وإزالته للبوابات أثبت شيء آخر وهو أن هذه الإجراءات لم تكن لأسباب أمنية على الإطلاق وإنما كانت الأسباب السياسية محددة لتغيير الواقع وفرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى والانتصار الذي حققه الفلسطينيون أعادهم أعاد الإسرائيليين بإجراءاتهم برأي سنوات إلى الوراء المهم أن يتم البناء على ذلك والسير للأمان أما بالنسبة لردود الفعل فأنا أقول شيء مهم وهذه رسالة مواجهة لكل الإخوة العرب الذي هزم في القدس ليس فقط نتنياه الذي هزم في القدس شعور الإحباط واليأس الذي حاولت إسرائيل وبعض الأطراف الخارجية أن تزرعوا في صفوف الشعب الفلسطيني وأنا آمل أن جميع إخواتنا العرب والمسلمين وكل من تعز عليه قضايا الإنسانية في العالم أن لا يسمحوا لشعور اليأس والإحباط أن يتسرب إلى نفوسهم نحن نعيش ظروف قاسية احتلال مجرم أمس رأينا الموت مرات وهم يلقوا علينا قنابل الصوت في باب حطة وأثناء الدخول إلى المسجد الأقصى استخدموا كل أنواع العنف والإجرام مئة جريح سقطوا في الأقصى أمس ولكن لم نتزعزع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة